تونسي أم جزائري أم مغربي عن تعصب طهات الكسكس في المغرب العربي معركة الكسكس بين الجزائر والمغرب وتونس أشرفت على نهايتها إذ يبدو أن هذا الطبق الذي يتمتع بشعبية واسعة في المغرب العربي سيوحد المنطقة على الأقل حول المائدة لماذا يكتسب الكسكس رمزية معينة وما الجدل الكبير الدائر حول ملكية هذا الطبق الأشهر بين المغاربة هوية كسكسية مشتركة في العام 2016 تقدمت الجزائر بطلب من اليونسكو من أجل إدراج الراي ضمن التراث العالمي الأمر الذي أثار حفظة المغرب إذ زعمت أحقيتها في ملكية هذا النوع من الموسيقى ويبدو أن إخفاق الراي في توحيد المغاربة حول هوية ثقافية مشتركة نجح طبق الكسكس في فغله إذ يعمل حاليا بعض الخبراء من دول المغرب العربي على إعداد مشروع مشترك بين المغرب والجزائر هدفه إدراج الكسكس ضمن التراث العالمي الإنساني على مستوى اليونسكو وقد علقات سليمان الحاشي مدير المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ على هذه الخطوة قائلا قضية تصنيف الكسكس ضمن التراث العالمي هو مشروع مشترك بين دول المغرب العربي وأثنت ويزا غاليز الباحثة في مركز بحوث ما قبل التاريخ والأنثروبولوجيا التاريخية على أهمية هذا المشروع معتبرة أنه وسيلة لتعزيز الروابط بين الشعوب في المغرب العربي ولكن لماذا الكسكس بالتحديد؟ تختلف تسميات الطبق الشعبي وفق البلاد غير أن تسمية الكسكس تعود إلى كسيكو التي تعني سميد القمح أو إلى كلمة كسكس وهو مصطلح يعني مسحوق أو بودرة أو حتى إلى كلمة كسكس وهو اسم وعاء يستخدم للطهو على البخار يحظى الكسكسي بشعبية واسعة إذ لا تكاد تخلو مائدة في المنطقة العربية منه على الأقل مرة واخدة في الأسبوع خاصة يوم الجمعة بعد الصلاة أما في المناسبات الاجتماعية أفراح وعزاء فيجتمع الأفراد حول طبقهم المفضل الذي غالب ما يتم تقدمه في آنية فخارية كبيرة تسمى القصعة من أجل حفظ حرارته أطول فترة ممكنة ثم يضاف إليه المرق والتوابل ويتم تناوله على أصوله جماعيا بتغميس اليدين يعكس طبقة الكسكس مراحل الحياة الأساسية الزواج الحمل الولادة والاحتفالات الدينية إضافة إلى ربطها بالأساطير كونه يحمل بصمة العناصر الأساسية الأربعة النار التي تعطيه الحرارة والأرض التي أعطته الحبوب والرائحة واللون والمذاق والماء الذي يجعله يصل إلى النضج الكامل والهواء الذي هو البخار الذي يعتبر أساسيا في إعداد الطبق الصراع على الملكية لطالما كان هناك تنافس بين دول المغرب على ملكية هذا الطبق إذ تدعي كل من الجزائر وتونس والمغرب بأنها صاحبته وفي حين أن البعض يشدد على أن هذا الطبق يعود للأمازيغ وهم السكان الأصليون لشمال إفريقيا فإن البعض الآخر يرد أن جذور الكسكس إلى الحضارة العربية مستند إلى القصائد والنصوص القديمة من بلاد الشان وقالت ويزا غاليز إن طبق الكسكس يعود إلى العصور القديمة وهو ملك لشعوب عدة مشيرة إلى أنه تم العثور على أدوات قريبة من تلك التي تستخدم في صنوع الكسكس في قبور لحكم الملك البرباري ماسينيسا قبل الميلاد الذي وحد مملكة نوموديا التي تضم شمالي الجزائر وأجزاء من تونس وليبيا اليوم كما يوضح يوضع القمح في وعاء ويجري سحقه بأحجار من أجل الحصول على سميد رقيق ثم يتم تضوير البذور قبل وضعها في وعاء لطهوها على البخار والاستمتاع بطعمها المميز مع الخضار أو مع بعض المطيبات فمن باب التمييز والفرادة تحاول كل دولة من دول المغرب أن تضيف لمستها إلى هذا الطبق فنجد الكسكس بالدجاج والكسكس بلحم الضأن أو بلحم البقر مع بعض الإضافات الخاصة بكل شعب ففي الجزائر مثلا ينكه الكسكس بزهر البرتقال أما في جنوب تونس فيتم تناوله مع العصبان وفي المغرب يضاف إليه البصل المقلي والقرفة والزبيب والعسل لإعطائه نكهة عصرية فضيحة كسكس فرانكي في ظل المعركة المحتدمة بين الجزائر وتونس والمغرب ومحاولة كل منهما نسب الكسكس إليها أشعل طباخ أمريكي الرأي العام بعدما أعد طبقه طبقا من ابتكاره سماه كسكس وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الهافيكتون بوست أن فرانكي سيليزا قام بإعداد طبق مكون من السميد والكاجو والطماطم غير المقطعة ونشر الصورة على تويتر مرفقا إياها بوسم كسكس وكون كسكس سيليزا لا يشبه على الإطلاق الكسكس التقليدي انتفض عشاق هذا الطبق وشنوا حملة فكاهية عليه ففي حين عمد البعض إلى نشر مجموعة من الصور التي تعود لأطباق معينة كالسوشي والسلطة وكتبوا تحتها كسكس في إشارة إلى أن ما أعده فرانكي لا يمت بصرة إلى الكسكس فإن البعض الآخر حول منشور الطاهي إلى لعبة البحث عن الفروق بين صورة كسكس فرانكي وصورة الكسكس الأصلي لكن فرانكي سيليزا لم يقف مكتوفي الأيدي فرد على الحملة مدافعا عن طبقه بالتغريدة الآتية حسنا شعب الكسكس ما الخطأ الذي اقترفته رغبت فعلا في إعداده بشكل صحيح شكرا